يعرف العالم اليوم تطورا تكنولوجيا متسارعا في مجال الطاقة ومحركات الصيارات حيث يتوجه الكثير وبقوة إلى استعمال الغاز الطبيعي كوقود بديل لمركباتهم التي تعمل بالبنزين وذلك لما فيه من فوائد اقتصادية وبئية إلا أن بعض الفئات تبقى متخوفة من تركيب واستعمال هذه المادة في مركباتهم وذلك بسبب الإشاعات المتداولة عن استخدامه هذه الناس متخوفة بثير من أخطار هذه الأكسبلوزيون اختراق وانفجار بسهلوك أن تبقى على الخطوة التعامة كاحتاجة إن شاء الله يتفقى على النار أبليجي أبليجاتور لازم تكون عندك في السيارة والانتريوتيا الانتريوتيا ليفيت ليفيت دايمن أكد على ليفيت ثاني كيف كيف لازم يتعودو شاك تلونتبين هذا الملجيت ليفيت الجانب تاليفيت هذه جانب تالموتور برك هذا وشكايل تأذير كل موتور ما يرحل إلا الإكسبلوزيون وإحتيها حاجة واشنية الفضلات اللي عيش فيها الموتور قليلة لو كان ما يعودوش في وقته الغاز المميع هو الآن وقود بديل والدولة تسعى إلى تعميمه وإلى توسعه وللأسف المسالك الجزائري مزال متخوف من هذه الأسطوانات التي تضع في السيارات استعمال هذه الطاقة النظيفة كوقود للسيارات له فوائد عدة على البلاد من الجانب الاقتصادي كما يعود بالفائد على أصحاب المركبات من ناحية التكلفة إلا أن عامل المراقبة والصيانة هو إجراء مهم ولا يمكن الاستغناء عنه وذلك لتجنب الحوادث إن كان قدر تكون خطرتها فويت ثانية فويت شوية برك هذا مكان تعليل الغاز فويت غير صغير برك هذا مكان مع السخانة مع السوك كرتوز الجو هذا اللي رانا فيها هذه اليامات هذه ثانية كيف كيف أيام حرّة بزاف الإنسان ما ذا بك دائما تتنقص القاز ما يعمرشه 100% ويتكيل عمر 80% عندك ثاني خطر تعليفية هذوك ما يتعاودوش وإذا كان هناك تخوف من طرف المستهلك هالتجهيزات هذه ما يعرفش ما يجب أن يقوم به ولعنده معطيات خاطئة يقول لك فسخانة تطردق اللي قراءة تعالقاز وأمور يعني ما عندوش معطيات علمية فيها مثل هذه الحملات تعطيه جميع الضمانات وتعطيه بطبيعة الحال التوجيهات المهمة وهي أنه عليه أن يتقيد بالإجراءات وبتوجيهات مختصين أو فقط التوجه نحو هذه الطاقة واستعمالها من بين أولويات الدولة للحفاظ على الاقتصاد والبيئة كما تعد الحملات التحسيسية والتوعوية جزء مهم لإتمام معادلة تعميم العمل بنظام الغاز الطبيعي ترجمة نانسي قنقر